اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي اتهم إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب باختلاق الأكاذيب للتشهير به وبما كتب التحقيق بسبب الخلافات بين الطرفين بشأن ملف التدخل الروسي المحتمل والانتخابات الرئاسية الأمريكية وقال كومي في شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكية إن طلب ترامب منها التخلي عن التحقيق في علاقة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلان بروسيا كان مقلقا للغاية وقال إن ليس لديه أدنى شك بأن موسكو تقف وراء الاختراق الإلكتروني والتدخل في الانتخابات الأمريكية وأكد كومي أن مكتب التحقيقات أدرك حدوث اختراق إلكتروني روسي منذ نهاية الصيف 2015 وأشار إلى أن ترامب كان يرى أن التحقيق في هذه القضية مضيعة للوقت إلا أنه أوضح أن الرئيس الأمريكي لم يطلب منه مطلقا وقف التحقيق ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قنقر